إن شاء الله هذه عذرة الكاركة نحن الآن في شهر ثمانية طبعا مع وجود الوروار ولكن برضو ما يمنع أن نعمل تربية ملكات ونتوكل على الله حظنا على العزيز الحكيم إن شاء الله أنها تتلقح وترجع أن هذه الفترة الحمد لله النحل المصري الله يبارك في النحل المصري في المصر لكن ما شيء إلا ذكور البلدي وراح يكون التلقيح مئة بالمئة أحدا من الناس بابا حيانا نأخر التلقيح نخليه في شهر ستة شهر سبعة وفي موسم السمر لما الناس تكون إن شاء الله نحلها للسمر حننستغل هذه الفرصة التلقيح في الشهر ثلاثة وثنين ممتاز لكن صرت أهجين سبب كثرة النحل المصري الله يحفظ مصر وإهلا الطيبين وإن شاء الله هي يوم المصريين يهتمون بالسلالات البلدية والعمانية والغنامي السعودي ويربون الملكات ويرسلونها لدول الخليج بدل ما هم يبعثون من الإيطالي وهجين أبو ألف يعني نحلين مقتدرين وممكن وكذلك النحلين الموجودين في الخليج ومفروض يزوجون الأخوة هذولا بأفضل أخوة النحلين في مصر بأفضل الملكات الموجودة حتى يتمكنون من تربية هذه الملكات ويشغلها سهلة يربون الملكات وينزلونها على الطرود ويرسلونها رح يكون أفضل وأحسن بكم ملكات منتخبة وفيها خير شو ما شاء الله مقبولة هذه النحل يعني سنضفها ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله شوفوا الكارنكا الأصيلة من أم أصيلة أمها تلقيح أم أصيلة تلقيح تلقحت مع النحل البلدي شوفوا الخطوط اللي فيها شوفوا إن شاء الله يكون واضح نحن واضح وقدر الإمكان جميلة جدا هذه الملكة وامها ما شاء الله الحين على كم برواز معمونة ما معمال في يدن سبع براويز هذا سبع براويز ما شاء الله في هذا الوقت من الحر بعد تهجينها شوفوا الخطوط المذهب هذه الذهبية اللي فيها هذه الكارنكا الأصيلة شوفوا هولي غزلة فيها شوفوا شوفوا ما شاء الله الله يطرح فيها البركة قوية جدا وعسالة قاما للأمراض فيها صفات كثير طيبة جدا الله يبارك للجميع إن شاء الله لنا تسلم من الوربار وتتلقح مع النحل البلدي ونشوف إن شاء الله حضانتها ونشوف شغلها فيما بعد تقبلوا تحياتي أخوكم أبو حمدان هذا ما عندي ما عند الله خير ونحن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله حبتي كرام هذه الكارنكا سبحان الله لعنين تيك السودا اللي هي الغامقة قرى أجوها تيك السودا المقلمة لكن كلها نفس السلالة مثل النحل البلدي تيك السفراء وتيك السودا وتيك البنية هذه خطوطها موجودة شوف شو خطوطها المذهبة فيها لكن هنا بعضها يبارز يمكن هذه لأنها توها عذرة شوف ما شاء الله جميلة جدا هذا النحل مقبولة 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 ما شاء الله ما شاء الله طبعا نحن نسوي تجارب من فترة من شهر ثلاثة يعني في تربية الملكات والتلقيح من ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية لغاية اليوم لغاية ما نزل عندنا الوروار ونحن مستمرين كل ملكة تتلقح نسجل التاريخ اللي تلقحت فيه وفيما بعد راح نراقب ونشوف اللي تلقحت في الشهر ثلاثة كيف شغلها والتي تلقحت في السبعة كيف شغلها واللي في شهر ستة كيف شغلها مثل ما فهمتكم قبل كل ما كانت المنطقة خالية من غير الذكور البلدي هي الشاعة الطيور في تلقيح الملكات حيث أننا نحصل على يعني تهجين نهجن البلدي معنى نهجن الملكات هذه العصيلة معنى نحن مع ذكور نحن بلدي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يوفقنا وياكم ويحبوا هذا ما عندي وعند الله خير وحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله تبارك الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم